اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي قررت تجديد الثقة في الكابتن أحمد حسام ميد وجهازه المعاون خلال الفترة اللي جاية لإدارة الفريق الأول إضافة إلى صرف مكافئة الفوز على فريق الداخلية في الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز مع وضع لائحة خاصة لإحمالية خاصة للفوز بالمباريات في الفترة اللي جاية مجلس إدارة الإسماعيلي أو اللجنة المعينة وضعت أو وعدت بحل الأزمة أزمة المستحقات مستحقات اللاعبين خلال الأيام القليلة القادمة والإسماعيلي بصراحة في رأيي مش محتاج أكتر من الهدوء الهدوء ثم الهدوء الإسماعيلي عانى وعانى كثيرا في الأيام الماضية مش الأيام الماضية المواسم الماضية الإسماعيلي يعاني والموسم يعني كل موسم بيبقى أسوأ من الموسم اللي قابله يعني كل ما نقول الإسماعيلي السنة دي هيبقى غير يطلع أسوأ الفوز على الداخلية فوز يقدر الجهاز الفني واللاعبين يبنوا عليه خلونا نتفق خلونا نتفق نلعيبة الإسماعيلي تعاني الجهاز الفني يعاني تحديدا يعانوا من إيه؟ من أزمات مالية كبيرة في مستحقاتهم ضيف على ده إنه عندهم جمهور تعبان جمهور تعبان تعب تعب وليه حق فضاغط جدا ضاغط مش مستحمل أنا يكسب ليالأ حتى متعادل مش مستحمله جمهور تعب وشال كتير على مدار تلت مواسم على الأقل كتير اللي شاله جمهور الإسماعيلي مفيش جمهور كورة في مصر شاله واستحمله فتخيل جمهور مش مستحمل جهاز فني نازل مباراة أصلا وهو مش واخد مستحقاته ومضوط ومش بس مستحقاته بقى ده الجهاز الفني الإسماعيلي معروف بيعد مطشاط مطشين تلاتة ويمشي مطشين تلاتة ويمشي فأنا كيه كيه نازل أصلا بعد مطشاط اللي أحصلها وعتدلها وهشوفها مش قامت فكيه كان هو مضوط من ناحية تانية خالص لعيبة هي طول الوقت تهاجم 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 وبصراحة فيهم البعض في الفترة المضاية الأمور تحسنت كثيرة كان مكسر صح بس برضو في لعيبة أنا لما أخد أعود خمس ست سبع شهور ما بأخدش فلوسي وبني آدم برضو يعني هيبقى نازل مش مش بيستهتر بس مش مركز بطبيعة الحالية فالأمور دي كلها أنا متوسم خير جدا 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 في اللجنة اللي تم تعيينها من وزارة الشباب ورياضة لإدارة النادي الإسماعيل كلها أسماء محترمة كلها أسماء تعرف زي ما بيقولوا كده ايه تمشي المركب والمركب الإسماعيلي مش عايز أكتر من ذاقة بسيطة والأمور تتحسن عشان أكيد أكيد وضع الإسماعيلي في جدول ترتيب الدوري وضع غير منطقي وغير صحيح وحاجة زع على الكل الكل حدش يرضى للإسماعيلي كده محدش يرضى للإسماعيلي كده وبالمناسبة وبالمناسبة قدوا بالكوا جماعة وأنا قلتها بكده وأقررها تانيش لما نقول إن احنا ندعم الإسماعيلي وإن احنا منحبش نشوف الإسماعيلي بالشكل ده احنا في الأصل ندعم جماهير عظيمة كبيرة هي جماهير الإسماعيلي وليس الفريق ندعم جماهير الإسماعيلي اللي زي ما قلت لكم تعبت وسندت كتير الإسماعيلي كفريق طبعا اسم كبير وتاريخي ومحترم ويا ما طلع أساطير وأسماء عظيمة بس أنا بالنسبة لي الإسماعيلي فريق زي أي فريق في الدور اللي يتعب ويشتغل ويكسب وهو اللي استحق أنه يكمل ما ليش دعوه أنا بقى يعني ما ليش دعوه دلوقتي بالتاريخ ما فيه فريق تاني ممكن يبقى تاريخه عشر الإسماعيلي بس بيشتغل كويس ولعبته كويسة وجهازهم الفني كويسين ومشين بشكل كويس مش هنقول له لا معلش والله الصحي مندعم الإسماعيلي عايزين أنك التطهبط وعايزين الإسماعيلي يكمل ما فيش الكلام ده صحيح نحترم الإسماعيلي نحترم اسم الإسماعيلي وتاريخ الإسماعيلي